بعد صدمة وردة الفعل الأولية لفك الارتباط بين صالح والحوثي عاد المبعوث الأممي سماعيل والد الشيخ إلى الواجهة حيث حث أطراف الصراع في صنعاء تجنيب المدنيين هجماتهم محذراً من خطورة العنف المسلح السفير البريطاني لدى اليمن سيمون كليف ذهب إلى الحديث عن نفس التخوفات من اتساع دائرة العنف بين شريكي الانقلاب هناك ودعا كليف في تغريدة له على تويتر جميع الأطراف إلى التوصل لتسوية سلمية وتجنب المزيد من سفك الدماء على ما يبدو صدام صنعاء بين شريكي الانقلاب حرك المياه الراكدة قليلاً تاركاً ردة فعل ارتدادية لدى الكثير من الأطراف الدولية الشرعية التي تراوح مكانها على صعيد الحرب والسياسة أيضاً منذ نحو ثلاث سنوات سجلت حضورها في هذا الشأن حيث اكتفى هادي بإدارة اجتماع مقتضب مع مستشاري دعا هو الآخر فيه إلى فتح صفحة جديدة على أساس المرجعية الثلاث التي تحدث عنها وزير الخارجية المخلافي في لحظة مواكبة ما يحصل في صنعاء وقال وزير الخارجية إن صنعاء ستكون العاصمة العربية الأولى التي تتحرر من النفوذ الإيراني أبرز المواقف هذه حتى الآن إذن لكنها مواقف لم تتحرك إن لم تحدث مفاجأة التحول في علاقات تحالف انقلاب الحوثي صالح وليس لوحده ولكن على ما يبدو من خلفه التحالف العربي فالمزيد من التداعيات المحتملة لن تنفصل عن الواقع الذي تعيشه اليمن لكنها أيضا لن تضيف شيئا إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر